السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الأول متوسط عدي صفحة 18 تدرب وحل التمرينات طبعا هاي تأكد من فهمك هاي فوقها هاي اكتب عبارة جبرية هاي حالتها وان شاء الله اليوم رح اخذ تدرب وحل التمرينات يقول اكتب عبارة جبرية تمثل كل مما يأتي اولا هاي نقطة 14 اكثر من X بتسعة اس اثنين يعني تربيع خلينا انحلهن ذني قال لي اول الاربع طعش يقول لي اكثر من X بتسعة اس تربيع زين اكثر من X يعني شنوه X الاكثر شنو زاد بتسعة تسعة يقول الاس تربيع يعني هو شنوه تربيع الاس يعني الاس الاس تربيع هاي تربيع يعني اقول X تربيع زائد تسعة تربيع خلينا عيدها يقول اكثر الاكثر هو زاد من X كتبت X بتسعة كتبت تسعة يعني X زائد تسعة والمرة قال لي قال لي الاس تربيع يعني ثينات هني الاس تربيع اخلي على X تربيع وخلي على التسعة تربيع الاخ مستعش يقول لي اقل من اقول لأقل يعني ناقص ومن يقول اكثر زائد يقول اقل من 3R يعني اول مرة اكتب اكتب 3R الاقل شنو ناقص 20 20 بس يجي اقل ناقص والزائد الاكثر هو زاد زين خمسة امثال يقول لي اللي 16M ناقص 6 تكعير خمسة امثال يعني خمسة والامثال هي ضرب دائما كلمة الامثال هي شنو ضرب ضرب نفتح قوس نكتب هذا M ناقص 6 تكعير هاي عيني زين اللي 17 يقول لي سالب يعني 8 ناقص N اللي 17 خلينا نشوف اللي 17 ياته هذا يقول N ناقص 8 مقسوم على سالب 8 أي N ناقص 8 مقسوم على اليمن على سالب 8 زين مقسوم يعني شنو تقسيم مقسوم تقسيم اكتب N ناقص 8 بين قوس يعني خلي مقسوم يعني تقسيم تقسيم شنو سالب 8 اخلي داخل قوس ليش خليتها داخل قوس لأن سالب خليتها داخل قوس لأن سالب مقسوم تقسيم وامثال ضرب هاي شوية حفظ هاي الملاحظات والاقل ناقص والاكثر زال زي ناقص ناقص مقسوم 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 على يزال مقسوم تقسيم يعني شنو اقول يناقص خمسة مقسوم وحصرة بين قوسين اول مرة هذي عيني من اليمين خليه ناب اليسار يناقص خمسة مقسوم يعني تقسيم واكتب يزال خمسة هاي جي ما طلع الناتج مايري الناتج زين التسع طعش قايلي خمسة اس ثلاثة خمسة اس ثلاثة مضروب في ال ناقص اربعة زين الخمسة شاكتب عليها هاي خمسة في مضروب يعني في مضروب في مقسوم تقسيم اقل ناقص اكثر زاد خمسة مضروب مثل ما قلت في شاكتب ال ناقص اربعة ها هي قايلي ال ناقص اربعة بلا خنشوف التسع طعش هو شيري التسع طعش قايلي خمسة اس ثلاثة مضروب في ال ناقص اربعة اذا ونزل هذي اقول خمسة اس اس ثلاثة خمسة اس ثلاثة زين هاي الخمسة اس ثلاثة شلي معناها يعني خمسة اس ثلاثة خمسة اس ثلاثة شلي خمسة هو هذا الحل خمسة اس ثلاثة خمسة اس ثلاثة يعني خمسة اس ثلاثة ومضروب في وكتبت الاير ناقص اربعة اذا هذي اذا هذا الجواب خمسة اس ثلاثة قلنا خمسة تقعيب ناخذ العشرين العشرين هنا شوية تختلف لأن عدي مضطيني قيمة اكس يساوي لنا خمسة زين مكان كل اكس اخلي خمسة اخلي الست عش اخليها الست عش نظروا في اكس تربيع يعني شقيت اكس تربيع خمسة تربيع ناقص تسعة تربيع زائد واحد وثلاثين شويت بس خليت مكان كل اكس خليتها اه خمسة انزل الست عش في خمسة تربيح خمسة وعشرين ناقص تسعة تربيح واحد وثمانين زائد واحد وثلاثين زين ست عش في خمسة وعشرين ضرب عادي يطلع لنا اربعمية ناقص واحد وثمانين زائد واحد وثلاثين هسا نبدي عملية طرح وعملية جمع اقول اربعمية ناقص واحد وثمانين تلاثمية وتسعة عش زائد واحد وثلاثين يطلع لنا تلاثمية وخمسين سويت هنا مكان كل اكس خليت خمسة وطلعت النهج عادي اطرح وضرب زين ناخذ الواحد وعشرين اشجا يبال الواحد وعشرين الواحد وعشرين الواحد وعشرين قايل لي اربعة واي ناقص سبعة ناقص مية ومطيني المية الواي يساوينا سالب عشرة زين انزل شنو انزل الاربعة مكان كل واي اخلي سالب عشرة مكان كل واي شخلي سالب عشرة ناقص سبعة وسديت القوس ناقص مية بس مكان كل واي خليت سالب عشرة زين نزلت شنو نزلت الاربعة سالب عشرة وناقص سبعة اشارات من الشابه نزل إشارة ونجمع 10.7.17 ناقص 100 نضرب 4 في سالب 17 جيد 68 أي سالب 68 60 ناقص 100 إشارات من الشابه نزل إشارة ونجمع 168 168 هذا الناتج هذا الواحد وعشرين دعنا نرى الـ 22 دعنا نكتبهم الـ 22 2 أستكعيب N-4 ناقص 6 في 3 تربيع ومطيني الـ N يساوي لسالب 26 يلا الـ 22 شي ريد مطيني N يساوي لسالب 26 أنزل الـ 2 تكعيب أفتح قوس مكان كل N مكان كل N أخلي سالب 26 ناقص 4 أنزلها ناقص 6 في هذا في 3 تربيحة 9 3 تربيحة 9 الـ 2 تربيحة 9 تربيحة 9 يعني نبينات العملية ضرب إشارات مشابهة نزل إشارة ونجمع 26 و 34 نجمع إشارات مش شابه نزل إشارة و نجمع 26 و 34 ناقص 6 في 9 54 نضرب 8 في 30 0 ينزل 3 في 8 24 240 ناقص 54 يطلع لنا الناتج سالب دقيقة طبعا هو هذا سالب 242 هذا الإشارة إشارات مش شابه نزل الإشارة و نجمع 244 294 294 هذا 22 خلينا نشوف 23 23 قاية اللي نفتح قوس 56 تقسيم D ناقص 4 تربيع 1 ناقص D و 6 القوس و مطيني D يساوينا 7 يلا عيني هنا مطيني يعني D يساوينا شنوه 7 مكان كل D شخلي 7 أنزل 56 تقسيم 6 7 ناقص 4 تربيحة يعني 4 في 4 16 مو 4 زاد 4 1 ناقص ودي 7 7 زي هسا شرحة سوي أقول 56 96 8 ناقص 96 إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير وأطرح 96 و زائد 96 دقيقة هنا السالب بالسالب موجب ما هنا السالب بالسالب موجب 96 96 زائد 8 يطلع عندنا 104 هنا عيني قلت 56 تقسيم 7 بها 8 ناقص نزلت 16 إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير وأطرح 7 ناقص 1 بها سالب 6 رح ناخذ 24 مطلق السالب 10 زائد Y تكعيب ناقص 42 Y يساوي 3 أول مرة أطلع مطلق السالب 10 هو 10 زائد مكان كل Y يخلي 3 تكعيب ناقص 42 يساوي مكان كل Y خليت 3 تكعيب ناقص 42 زين أقول 10 زائد 3 تكعيب 3 في 3 9 في 3 27 إذن 27 ناقص 42 10 زائد 27 37 37 ناقص 42 إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير وطرح يعني 42 أكبر من 37 42 ناقص 37 يطلع لـ 5 سالب 5 هاي 23 ناخذ 24 هس ناخذ 25 مطلق لا يهم بها مطلق 6 V تقسيم 18 ناقص مطلق السالب 36 تقسيم 2 V ومطين V يساوي سالب 6 زين أول مرة إش أجي إش أسوي أقول أنزل الـ 6 مكان كل V إش أخلي سالب 6 هو منطين بالسؤال V يساوي سالب 6 مكان كل V أخلي سالب 6 تقسيم 18 أخلي سالب تقسيم مطلق الـ 36 جقيد 36 6 30 تقسيم نزلت الـ 2 مكان كل V أخلي سالب 6 ها عيني زين 6 في سالب 6 جقيد سالب 36 نزلت السالب وضرب 6 في 6 36 تقسيم 18 حصرت بين قوسين ناقص 36 تقسيم 2 في سالب 6 يلا عيني سالب 36 نزلت السالب 36 تقسيم 8 ومو 2 2 في 18 36 صح 2 2 ناقص زين 36 تقسيم 2 جقيد 36 تقسيم 2 بها جقيد بله 36 تقسيم 2 في سالب 6 خلينا نشوف 36 خلينا نقول 36 تقسيم 2 بها 1 1 في 2 2 يبقص 16 بها 8 يعني جقيد 18 زين أرجع نقول 18 18 18 خليت 18 هنا ناقص 6 نزلت السالب 2 نزلت السالب 2 كيف سالب 2 بها سالب 2 ناقص نزلت 36 نزلت التقسيم 2 نضرب في سالب 6 سالب 12 سالب 12 يعني نقول هي شي زين نزلت السالب 2 السالب بالسالب موجب 36 تقسيم 12 بها 3 3 اشارات مختلفة نزل اشارة الكبير واطرح 3 ناقص 2 بها 1 نعيد هاي شوية من صارت خربط خاف ما افتهم تها عيني قلت نزلت السالب 36 تقسيم 18 بها 2 ناقص 36 نزلت تقسيم نزلت التقسيم ضربت 2 في سالب 6 بها سالب 12 نزلت السالب 2 السالب بالسالب موجب 36 تقسيم 12 بها 3 اشارات مختلفة نزل اشارتي الكبير واطرح 3 ناقص 2 بها 1 هاي 5 أو 20 زين بقى تعدي بس مسألة خلنا شوف هذه المسألة مواصلات هاي عيني انطلق قطار من مدينة بغداد في الساعة من الساعة يعني 12 ظهرا متجها الى مدينة البصرة فقط 400 كيلومتر بسرعة 80 كيلومتر على H ثم خفض سرعته نتيجة اعمال الصيانة فوصل الى مدينة البصرة في الساعة التاسعة ليلة اكتب عبارة جمرية تمثل سرعة القطار المنخفضة المنخفضة اذا علمت ان المسافة بين بغداد والبصرة 650 650 كيلومتر زين خلينا حل هاي المسألة عيني شوية خلينا حل هاي المسألة يلا عيني القطار مو قطع يقول بمسافة 400 كيلومتر اذا نقسم 400 هاي 26 مسألة مواصلات نقسم 400 تقسيم 80 ليش قسمت 400 تقسيم 80 لانه وقال القطار متجه الى مدينة البصرة فقطع 400 كيلومتر بسرعة 80 يعني قسم 400 تقسيم 80 400 تقسيم 80 الصفر وي الصفر راح بالقسمة 40 تقسيم 8 ومو 5 5 ومو 5 48 40 اش قايل اللي هو بعد قايل اللي فوصل الى مدينة البصرة الساعة التاسعة ليلا اكتب عبارة جبرية تمثل سرعة القطار المنخفضة الى علمت ان المسافة بين بغداد والبصرة 560 كيلومتر يعني اول مرة قول 9 ناقص 5 يطلع لأربع ساعات 9 ناقص 5 4 ساعة من جبت التسعة من جبت هالتسعة هو قايل التاسعة ليلا والخمسة اللي طلعتها قسمتها يعني نقصت قلت قيت خفض لأن يعني ناقص 9 ناقص 4 يساوي 5 هس شبقت عدي قايل اللي المسافة بين بغداد والبصرة 560 اقول 560 ناقص 400 560 ناقص 400 560 ناقص 400 وبعدي 560 ناقص 400 والتقسيم نقول يعني مثلا نقول بس 560 ناقص 400 ليش 560 ناقص 400 احنا مطلعتنا 4 9 ناقص 5 طلعنا 4 ساعات اذا معدل السرعة المنخفضة للقطار هو مطيني 560 ناقص 8 من 400 هاي هاي صفحة 18 وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة